وللمزيد ينضم إلينا من مقر مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية عوض الغنام ورسل اكس جانيوز عوض بعد التحية استمعنا لتصرحات دكتور مصطفى مدبولي تترق إلى عدد من الملفات الهمة منها تصالح في مخلفات البناء خطة تخفيف الأحمال الفترة المقبلة وأيضا تترق إلى ملف الأدوية والمستثمرين وتذليل كافة العقبات لديهم يعني ماذا لديك أيضا من تفاصيل في هذا الشأن تفضل خلود تحياتي أنت وهيشام لو تتذكرين آخر لقاء في خدمة إخبارية بيننا كنت أتوقع أن يقوم اليوم رئيس الوزراء بالحديث عن الانتهاء تماما من مسارة تخفيف الأحمال على الشبكة القومية للكهرباء وهو ما تحقق بالفعل وربما يعني ظهر أيضا في المشهد وزيري البترول والكهرباء وفي ذلك دلالة قطعة على أننا قد وصلنا إلى هذه المرحلة بعدما قامت الدولة المصرية بتوفير كل ما تحتاج وهذه الشبكة من غاز وبتا أو دخة الآن بالفعل في الشبكة القومية في انتظار توقيت الذي أعلن عنه رئيس الوزراء اليوم يوم الأحد القادم سنودع هذه الأزمة التي يعانينا منها ربما لفترة ليست بالقليلة من الزمن لكن بدأ من الصف القادم لن تتكرر هذه الأزمة على الإطلاق حيث بينما أكد رئيس الوزراء في هذا السياق بأن هناك رؤية وضعت لهذا الأمر سيدخل على خط هذا التطور هو الاعتماد على الطاقة المجددة ومصر لديها الإمكانيات الهائلة في هذا الصدد وتحدثها باستفادة عن تقديم كل التسهيلات اللازمة حتى يتم تصنيع ما يلزم من هذه الإمكانيات حتى تتحول إلى صناعة وطنية خالصة هي خاصة بيئة طاقة المتجددة وربما الاجتماع القادم للجنة الصناعة ستبحث إمكانية تسهيل كل ما له علاقة بالأساس ماري المحلي والأجنبي في هذا السياق النقطة الأخرى هو الاجتماع الذي بدأ الآن للمجموعة الاقتصادية ولذلك مؤتمر رئيس الوزراء لم يطول كما كان في الاجتماع السابق للحكومة لأنه لديه التزام بين عقاد المجموعة الاقتصادية بحضور المحافظة البنكي المركزي لأول مرة يظهر في الحكومة الجديدة وعضاء هذه اللجنة عليه مسؤولية كبيرة في المباحثات الخاصة بتخفيف الدين الخارجي والمحلي وكنا سألنا إكسترانيوز رئيس الوزراء في هذا المؤتمر الصحفي عن العلاقات مع صندوق النقط الدولي إن كان هناك أي لبس في هذه العلاقة خاصة في دوق ما تم إرجاء اجتماع خاص بمصر في البنك لنهاية هذا الشهر قال بأن العلاقة على أفضل ما يكون وأن مديرة الصندوق النقط الدولي كانت تتصل برئيس الوزراء شخصيا التي تهنيه على تجديد صيقة رئيس عبد الفتاح السيسي به وبالتالي الصندوق يقف خلف الحكومة المصرية في الإصلاحات الاقتصادية التي أقدمت عليها أزمة الدواء وما يعاني منه الشارع المصري الآن وحديث كبير عبر وسائل الإعلام والسوشال ميديا وضع له الرئيس الوزراء اليوم جدوى الزمني بعد تسعين يوما من الآن ستنتهي هذه الأزمة على الإطلاق ووضع لذلك جدوى الزمني ربما الشهر الأول سيتم توفير ما يلزم من الإمكانيات خاصة بعمل تصنع المحلي للأدوية المزمنة ثم الشهر الذي يليه سيكون هناك جدوى الآخر بخاصة بالأدوية حتى بعد ثلاثة أشهر سيتم الانتهاء تماما من هذه المسألة اليوم رأينا لأول مرة رئيس الحكومة المصرية يقدم اعتذارا على الهواء المباشرة لإحدى المواطنات بصعيد مصر بعدما تعرضت لأحد المواقف وقال أن القانون هو الذي يحكم العلاقة بين الموظفين والمسؤولين عن الدولة المصرية مؤتمر صحفي مهمة أتى به على العديد من الأمور التفضلي لو لديك أي تساول عن نقطة معينة أو ملاف محد شكرا لك عوض الغنام مراسل اكستر نيوز كنت معنا من العاصمة الإدارية الجديدة شكرا لك